اشتركوا في القناة في بث مباشر البث المباشر هاد رح يكون الساعة عشرة بتوقيت الاردن يعني الساعة ثمانية بتوقيت جرينج وان شاء الله انه رح يكون في يعني شيء علمي جديد عشان ننسف علم وهمي اتعلمته وانعلمك واشي جديد تستفيدوا منه وتقدروا تستخدموه في تحليل الشخصيات ورح يكون في مفاجأة ان شاء الله في هذا العلم بتمنى انه الكل يكون موجود طبعا اليوم توقعتنا لا يوم الاحد ثمانية وعشرين تشرين الثاني نوفمبر القمر موجود في منزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة التسعة وستة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الاحد ثمانية وعشرين احداش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة السماك الاعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما انه موجود في برج العذراء معناته رح نتأثر ببعض التأثيرات من برج العذراء رح نأخذ من صفات برج العذراء او بتأثر علينا او الحالة العامة بتكون من صفات برج العذراء فمنعود لطبيعتنا الجادة بننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد او نتفقد انفسنا او نتوهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان اليف مطالعة كتاب مفيد البدء بوظيفة او عمل جديد طبعا اول اشي رح نحكي عنه اللي هي تأثيرات الزوايا البطيئة اللي بلشت تأثيراتها ولسه ما وصلنا لأوجها طبعا تأثيراتها في اشي له ايام واشي اليوم طبعا هاي الزاوية اللي رح نحكي عنها اليوم هي تأثيرها بدأ ابتداء من اليوم هاي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبين زحل ذروتها يوم 3011 رح تستمر بتأثيراتها اليوم 1112 هاي الزاوية بما ان عطارد زحل معناته بتعزز قدرتنا على تحليل الامور اي امور بتكون صعبة بحاجة لنشاط فكري وبحاجة لتحليل او قدرة على استنباط بعض الدلالات فيها او النتائج فيها فهاي زاوية ممتازة وبتشجع على هذي الامور اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين نبتون ذروتها يوم 2911 طبعا رح تستمر تأثيراتها اليوم 12 يعني من اليوم لها هاي تأثيرات موجودة بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث عنها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث ايجابية بين الشمس وبين زحل طبعا تأثيراتها موجودة ذروتها يوم 3011 رح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 14 بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وبرضو بنتحمل المسئولية اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديث ايجابية بين الزهرة وبين نبتون ذروتها يوم 3011 طبعا رح يستمر تأثيرها لغاية يوم 14 يعني اللي بنحكي ذروتها يعني اليوم اللي هاتأثير بما اننا بنذكر الزاوية معناته اليوم اللي هاتأثيرات هاي الزاوية بما ان الزهرة ونبتون معناته بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد وهي ذروتها يوم 2911 ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 512 عادة عند حدوث هذا الاتصال بتعزز قدرتنا الفكرية بتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة بتعذر علينا فهمها بالسابق وبيزداد التوجه لإجراء الاتصالات والتنقلات والسفريات الضرورية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تسديس منفصلة هي بين الزهرة وبين المريخ وهي رح تكون ذروة الانفصال او تنفصل هاي الزاوية وخلاص بتنتهي يوم 1912 طبعا هي رح تظل منفصلة ما رح تصير متصلة بهاي الفترة بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تتشكل اليوم ولتأثيرها اليوم من موعد بث الحلقة لغاية ساعات المساء طبعا ممكن ينقص ساعتين يزيد ساعتين شغلات زي هيك ولكن انه بما اني ذكرتها معناته تأثيراتها كل اليوم اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون الساعة 12 و 18 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة ليلة السبت على الاحد وهي الزاوية بمعنها ايجابية فهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع ايجابي طبعا وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع زي مفاجآت اتجاه البعض كذلك يعني منفاجئهم بشيء ايجابي اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة واحدة و 14 دقيقة بعد الظهر هاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بالتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجالات الفنية زي التجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اكثر بهاي الفترة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 226 دقيقة عصرا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 439 دقيقة بعد العصر بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بالنسبة للأعضاء الاكثر حساسية بالفترة هاي بما ان القمر موجود في العذراء بتتركز حساسية الاعضاء في جسمنا على البنكرياس على الكبد على الامعاء الدقيقة على الزايد الدودية اللي هي الاعور او المصران الاعور بسموها القلون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم الجهاز اجهزة الاحساس او اللمس بمعنى اخر او اي شيء موصل للاحساس العيون والاذنين فعشان هيك هاي الاعضاء اصبحت اكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر لها العناية الاضافية ولا يصلح اجراء عمليات جراحية لهاي الاعضاء تحديدا اما باقي الجسم عمليات جراحية فيوصف فيها في هذا اليوم باجراء عمليات جراحية ما في اي مشاكل اما بالنسبة لعمليات التجميل طبعا اليوم مناسب جدا للحقن والجراحة واي شيء تجميلي الا انه يعني بتصلح لقص الشعر لشعر الزائد للصبغ للحنة للامور هاي ولكن لا يصلح للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعوم كورونا فهو مناسب جدا هذا اليوم ولكن مع الاحتياط بتكن تنتبهو انه كل ست ساعات حبتين بندول او برستمول عشان تحافظوا على الحرارة ولمدة ثلاثة ايام بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج العدراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم الاثنين تسعة وعشرين احدا عش بيبدأ في تمام الساعة اتناعش ودقيقتين بعد منتصف ليل الاحد على الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واربع وخمسين دقيقة صباحا كل الاوقات اللي بنذكرها بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 10 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح 25 يوم في نسبة الاضاءة بتصير 32% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيدة بنسبة 45% الان ولكن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 70% القمر في العذراء حتى يوم 29-11 سعيد الان بنسبة 60% وفي ساعات العصر بنزل لنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 70% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للعمل بما أن القمر موجود في بيت العمل والصحة فبيتراكم العمل أكثر من المعتاد ابتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بدكو تنتهبه بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة حاولوا أنكو تبتكروا طريقة للتواصل ولا إيقصة يعني الوصول لاتفاق ما بينكو بين زملائكو أو بين الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم ابحثوا عن حليف أو عن دعم اتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء وشركائكم حاذروا من التراجع الصحي يعني بمعنى آخر بتكونوا تنتبهوا لعملكم لصحتكم حاولوا إنكو ما تراكموا الأعمال عندكم زيادة عن اللزوم أو ما تمسكوا أكثر من عمل في نفس الوقت وابعدوا عن المشاحنات أو المشاكل في مكان العمل برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم طبعا هذا بيت العاطفي بيت الأحبة بيت الهوايات بيت المغامرات بيت الجماليات فعشان هيك اليوم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا لإلك لأنه يوم سعيد جدا والقمر سعيد الشمس سعيد الزهرة سعيدة فهذا بيمنحك طاقة عالية جدا بتشعر بالطمأنينة وبتشعر بالراحة فعشان هيك يحاول تستغل هذا اليوم للتواصل مع الأحبة أو الاهتمام فيهم أو التقرب منهم أو التراجع عن بعض القرارات اللي كانت تسبب لك مشاكل في الفترة الماضية برج الجوزة طبعا القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك التركيز رح يكون على تنظيم أموركم البيتية والعائلية فممكن تنشغلوا ببعض المسائل اللي علها علاقة بالبيت مشتريات تصلحات ترتيبات بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم هذا بيت له علاقة بالبيت والعائلة والأبناء والفرح والأرض الأم أو البلد الأم أو الأشياء هاي فكل فكل الاهتمام رح يكون على هاي المسائل رح تشعروا ببعض الحزن في بعض الأوقات أو التعب وممكن تبحثوا عن ملاذ آمن بالنسبة لإلكم ممكن يكون البيت ممكن يكون مكان تحاول تطلب فيه الراحة أهم إشي أنك ما تنتقد أقرب الناس إليك رح يكون في نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة لأنه برضو الشمس مقابلك تماما وهذا الإشي قاعد بضغط عليك بسحب طاقتك فعشان هيك تركز بشكل جيد برج السرطان حاولوا أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات هاي أهم نقطة خاصة أثناء السفر بين المدن الطاقة عندك عالية جدا اليوم لدرجة أنه عندك قابلية أنك تغامر وتجازف وتنطلق فعشان هيك حذرتك في البداية يابل ما ندخل على التوقعات اليوم إيجابي وقوي وعندك قدرة لإيصال المعلومة والنقاش والحوار وحتى اللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية أو التسويق اليوم عندهم قدرة يقنعوا في تجارتهم أي شخص حاولوا بس أنكم ما تدخلوا في نقاشات حادة ممكن اليوم يكون في تعاون ما بينك وبين أخ أو جار اليوم رح يسجل لك لقاء مهم أو اتصال مفيد بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري يعني هاي فترة نشطة لك لازم تستغل برج الأسد بما أنه بيت المال اليوم بفتح لك فرص لمكاسب مالية المكاسب المالية هاي بتيجي هبة من عمل إضافي دعم مستردات حقوق لا إلك بتحاول أنك تحصلها بتحاول ترتب بعض الدفعات أو النفقات ولكن بتكون تخففوا من نفقاتكم ما تتشجعوا كثير على صرف الفلوس ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين ممكن تناقش موضوع مالي اليوم أهم إنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل الأجواء جيدة بتفتح لك فرص ممتازة للمكاسب المالية ولكن حاول إنك ما تبذر أموالك لأنها هي بتعطي وبتأخذ عشان تكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقود قبل المغامرات المالية حاول إنك تحدد أهدافك بالضبط إيش اللي أنت بدك برج العذراء طبعا اليوم رح تشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بكل الاتجاهات اليوم ثقتكم بنفسكم عالية وعندكم نشاط عالي بالتحرك أو للمغامرة أو حتى لتغيير جو أو حتى للبحث عن شيء جديد اليوم رح تكون مميز بأداءك والفترة هاي واعدة إلك ممكن خبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة أو بعمل جديد بتطرح أفكار جديدة بتجتهد على إنجاح مشروع جديد برضو حماسة ووضوح في الأفكار يعني على كل الجهات عندك طاقة عالية جدا اليوم تقدر تستثمرها الأهم من هذا كله برضو اللي بيسألوا عاطفيا الفترة هاي برضو ممتازة عاطفيا تحمل تقارب عاطفي ما بينك وبين الجنس الآخر وبرضو بتعطيه اهتمام عالي على مستوى البيت والعائلة وممكن بعضك يهتم بأمور إلها علاقة إما ببيت جديد أو سكن أو إشي إلو علاقة بالعائلة برج الميزان طبعا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك ما في داعي للمغامرات هذول يومين بدكوا تتحملوهم بالطول بالعرض بدك تمشي روتيني تنتبه لصحتك ما في إشي بخوف على مستوى الصحة ولكن ممكن يسيطر عليك التعب أو تحس أن الطاقتك ضعيفة لازم تهتم بالصحة بأكلك براحتك بنومك بهدوء أعصابك ممكن تفكر اليوم في إلغاء المواعيد والابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين في هاي الفترة أو الناس اللي بتتآمر عليك أو بتتلسن عليك بالخفاء بتهدأ الوتيرة عندك وبتتراجع الأرباح والحيوية هاي فترة إحنا منسميها أنها محبطة ومخيب الأمان لأنه ممكن تلتغي أي أشياء أنت متفق عليها أو أي شخص ممكن يوعدك بشيء اليوم ممكن ينكث الوعد وما يلتزم بوعده فعشان هيك بدك تكون جاهز وتستقبل الأمر بكل صدر رحب برج العقرب طبعا اليوم النشاط هو إلو علاقة بالنشاط الاجتماعي اليوم لقاءات حوارات أصدقاء كروجات مناسبات يعني عكل الجهات اليوم الأجواء حلوة ممكن تستفيد منها وتدعم علاقاتك منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل في مناسبة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تسارع للمشاركة وحاول أنك تلعب دور بناء في محيطك في مجتمعك لأنه ممكن تحصل مكاسب من هذا الشيء اليوم أنت بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة يعني عندك قدرة على الانتشار وكسب محبة وود الجميع لإلك بالرؤية واضحة ما بجوز أنك أنت بالفترة هاي تتجنب اتخاذ القرارات ولكن عليك اليوم أنك أنت تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل وصول القمر لبرج الميزان لبيت متاعبك فهاي فرصة أنك أنت تستغل معارفك وأصدقاءك إذا كنت بحجل المساعدة برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم اليوم القمر في بيت السمعة طبعا بما أنه الكواكب سعيدة حركتها بالقمر الكواكب القصيرة حتى لسه بساعدتها ففرصة لموليد برج القوس بالفترة هاي أنه هم يحصلوا على منصب على مكسب على ترقية على إنجاز جديد فطبعا اليوم بتكو تحافظوا على سمعتكم إنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي إنك ما تجازف بسمعتك ولا حتى باستقرار وظيفتك جنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر نظم أعمالك عشان ما تتعطل وما تقدر تنجزها بالكامل ولكن إجمالا الجو ممتاز جدا إذا استغليته أخذت بالتحذيرات اللي أنا حكيتها دوامت في عمالك قدمت مشاريعك قدمت على ترقية اليوم مناسب لكل هاي الأمور برج الجديد يعتبر اليوم من أقوى الأيام لموليد برج الجديد أول شي صحيح أن الكواكب في بيت المتاعب الزهرة موجودة عندك سعيدة في طاقة عالية جدا بوجود القمر وخصوصا اليوم كله سعيد فعشان اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أوراق سفر معاملات سفر اتصالات تعامل مع أجانب مؤتمرات جامعات امتحانات كلها على حسب حق الاختصاصك يعني كل واحد عنده من هاي التخصصات اليوم رح يبدع فيها أهم شي تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن ما تندفعوا اليوم لأنه حماسة ممكن يتركوا أجمل الانطبعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ونشاطك وقدرة تركك على إنجاز كثير من الأمور اليوم بتطمعين خواطرك وبتختفي هواجس كثير كنت خايف منها بالفترة الماضية لأنها هاي تعتبر فترة إيجابية جدا أهم إشي أنك ما تضيع عليك فرصة المكاسب في هذا اليوم استغلها بكل طاقتك برج دلو طبعا اليوم التركيز على الأموال المشتركة يعني أي أموال ما بتعود لك لحالك معك شريك فيها أنت اليوم تقدر تشتغل عليها قروض البنك تأمين ميراث تركي دين قديم فواتير شراكة مال الزوج مال الزوج كلها هاي الأمور ممتازة جدا اليوم تقدر تشتغل عليها وتحصل منها مكاسب كتير ولكن ممكن يصير في ضرف طارق لها صحتكم أو صحت قريب لكم تكون بحاجة للرعاية طبعا مش إشي خطير ولكن ممكن بدك اليوم تحاول أنك تكون مرن حاول أنه اليوم ما تتنازل عن حقك ولكن شرط أنك ما بدك تمنع حالك عن فرض الرأي أو التسلط برأيك على اللي حواليك ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف أهم شيء أنك ما تهمل ملف إداري أو قضية أو أوراق قانونية الأجواء إيجابية ودعمي على كل الأصعد بالنسبة لك ماليا ومعنويا فاستغلها برج الحوت طبعا اليوم القمر موجود مقابلك تلقائيا في إيجابية وفي سلبية لأنه إيجابية بتركز جهودكم حول أي طريقة أنك أنت تجتمع أنت وشريكك أو ترضي شريكك أو تتصالح أنت وشريكك أو تتقرب أنت وشريك إن كان زوج أو إن كان شريك مال أو شريك عمل كل الاهتمام على التقارب اليوم طبعا إذا كان في مشاكل بتقدر اليوم تتصالح وبتقدر أنك اليوم تتنازل وبتقدر أنك تصلح الأجواء هذا يوم بيجمعكم بشراكاكم سواء بالعمل أو بالعاطفة ولكن النقطة أنه تكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم تحاول أنك تفهم منه ليش هو بتصرف ليش تغير ليش هو حصبي ليش هو زعلان نسق برضو بين مختلف الواجبات بين عملك بين بيتك بين عاطفتك بين أحبائك وحافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة ضاغط شوي والأوضاع فيها ممكن تكون صعبة فعشان هيك أنا بعرف أنه في ضغط على الصحة وفي ضغط على النفسية ولكن اليوم إذا استغلتها بشكل إيجابي كل اللي أنا ذكرته هذا بصير لصالحة هيك بنكون إحنا انتهينا من الحلقة طبعا اليوم بما أني ببث الحلقة في مساء يوم السبت فالليلة إن شاء الله الساعة عشرة بتوقيت الأردن الساعة ثمانية بتوقيت جرينيتش رح يكون في بث مباشر والحلقة رح تكون شيقة وممتعة وفيها بعض الاستفادة لأني رح أشرح عن شيء جديد العلاقة أنه تستفيدوا منه كيفية استخدامه خليها مفاجأة عشان هيك اللي رح يحضر البث المباشر هو اللي رح يستفيد منه ومن اللي بعده بإذن الله تعالى طبعا شكرا للكم جميعا شكرا للأشخاص اللي بيدعموا شكرا للأشخاص اللي دائما متواجدين اللي ما بيبخلوا بلايك وكومنت بحاولوا يستقطبوا أشخاص لهاي القناة شكرا للكم جميعا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء